السلام عليكم ورحمة الله آمن قوم بعيسى عليه الصلاة والسلام وما أنزل معه من الإنجيل لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم وعرفوه من كتبهم كفروا به فأنزل الله تعالى الله وليء الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يا لها من بشارة تملأ قلوب المؤمنين بالسعادة والفرح وماذا يريد المؤمنون أكثر من ذلك الله يتولى المؤمنين بنصره وحفظه وتوفيقه ورعايته وعنايته ومن كان الله له ناصر ومعين وحليف ومحب فمن من المخلوقات يمكن أن يتعرض له أو يؤذيه وتبقى ولاية الله ما دام مستمسكين بالعروة الوثقى وهذه الولاية ليست ولاية عامة بل هي ولاية خاصة للمؤمنين يخرجهم من ظلمات الكفر والشرك والبدع إلى نور الإيمان والتوحيد الخالص ويخرجهم من ظلمات المعاصي إلى نور الطاع ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن ظلمات القبر والحشر ويوم القيامة إلى نعيم مقيم وجنات عرضها كعرض السماوات والأرض ذاك هو حال المؤمنين فماذا عن الكافرين؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمْ وَأَنْصَارُهُمْ من سعى لتلك الولاية الذين كفروا فليس للشيطان من سلطان وكان كيد الشيطان كيدا ضعيفا يخرجونهم من نور الإيمان والتوحيد إلى ظلمات الكفر والشرك والبدع ومن نور الطاعة إلى ظلمات المعاصي ومن نور العلم إلى ظلمات الجهل ومن النعيم المقيم وجنات عرضها كعرض السماوات والأرض إلى جهنم وبئس المصير أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونُ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ الملازمون لها الباقون فيها بقاء أبدية لا يخرجون منها أبدا القرار الآن بيدك وحدك فأي الطريقين سوف تختار طريق الإيمان أم طريق الكفر هل ستكون ممن استمسك بالعروة الوفقى كعبد الله بن سلام أم تكون من الفريق الآخر كحيي بن أخطب الاختيار اختيارك والقرار قرارك جزاكم الله خيرا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاروت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ترجمة نانسي قنقر